اشتركوا في القناة وثلاثين وزيرا من وزراء التربية والتعليم في ثلاثة واربعين دولة من الدول العضاء في المنظمة وجرت مناقشة الوضع الراهن المتسم بتفشي فيروس كورونا وما عدى اليه من اثار سلبية على الحق في التعلم كما تم استعراض التجارب الناجحة لعدد من الدول العضاء والتحديات في سبيل ضمان استدامة التعليم خلال هذه الجائحة وشهدت الجسد ثانية استعراض تجارب الدول لتأمين العودة المدرسية فيما شهدت الجسد الثالثة الحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومات التربوية والتعليمية اما الجسد الرابعة فقد شهدت التعريف بمبادرة التحالف الانساني الشامل للإسسكو وسبل دعمها ومساندتها والتي تسادف ضمان استمرار الخدمات التعليمية وخلال الجلسة الحوارية للوزراء جرى استعراض تجارب عدد من الدول في توفير التعلم عن بعد وتوظيف التعلم الإلكتروني عن بعد حيث استعرض سعادة الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم تجربة البحرين في هذا المجال في كافة المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي بتوفير المحتوى التعليمي الرقمي وتوظيف البوابة التعليمية والقناة التعليمية التلفزيونية التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام أو قنوات اليوتيوب لضمان عدم تأثر العملية التعليمية والصدامة تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم بالشكل الذي يضمن تغطية أهم الكفايات المطلوبة من خلال توفير الدروس النموذجية المركزية التي يتم تحميلها يوميا على المحتوى التعليمي الرقمي لمختلف المراحل التعليمية وفي ختام أعماله عزر المؤتمر الاستثنائي بيانا أكد فيه الوزراء المجتمعون دعمهم لرؤية المنظمة القائمة على ضمان الحق في التعليم باعتباره حقا جوهريا من حقوق الإنسان مجددين التزام دولهم بالعمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول العام الفين وثلاثين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر